متابعيني الأعزاء على قناة انفو تيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوتيوب أعلن مؤخرا عن تحديث جديد خاص بالصورة المصغرة علشان يساعد الأشخاص اللي بترفع صورة مصغرة لفيديو بتاعها لو منشئ المحتوى على اليوتيوب إنه هو يختار الصورة المصغرة اللي بيهتم بيها أو بيقوم الشخص اللي بيشوف الصورة المصغرة بالنقرة على الفيديوهات أو بتشده وبتخليه خش يشوف الفيديو من خلال عمل حاجة اسمها تيست أند كومبير وبيقارن باستخدام الذكاء الاصطناعي أي صورة مصغرة اللي جذبت ليها عدد أكبر من المشاهدين على القناة بتاعتك أو اللي شدته بشكل عام حتى لهو مش متابع على القناة بتاعتك وتطبيق الموضوع ده من وجهة نظري مهم جدا لأن أصبحت الصورة المصغرة في الفترة الأخيرة هي المهمة يعني في الأول كان المهم المحتوى المقدم من ناحية العنوان والس اي او السيرش انجين اوبتمايزيشن الخاص بالفيديو والكلمات المفتاحية اللي انت بتستخدمها والكلام ده كله هو مازال مهم طبعا ولكن الصورة المصغرة بقى عليها عامل كبير علشان كده الأداة دي ممكن تساعدك بشكل كبير إن انت لو انت محتار ما بين صورتين هو اليوتيوب باستخدام الذكاء الاصطناعي ممكن يقرر لك بعد فترة أي صورة جذبت أكتر المشاهد وخليته يدوس على الفيديو بتاعك ويشوف الكلام ده فعلا قمت بيه تنفيزه على أحد صور المصغرة وكنت محتارة بس في الألوان يعني ما كنتش محتارة في الصورة نفسها على قد ما كنت محتارة في الألوان هي ما ظهرتش عند كل الناس يعني هي ظهرت عندي على القناة الأساسية ما ظهرتش على قناة الذكاء الاصطناعي حتى الآن أعتقد كلما كانت القنوات أقدم شوية كلما بتظهر عندها الأداة دي وهكذا يعني الموضوع هيظهر كده بالتدريج عند منشئ المحتوى أنت بتعمل بقى الموضوع ده إزاي لو دوست مثلا على فيديو زي ده بالمنظر ده كده بنزل على الصورة المصغرة دلوقتي حبص حلاقي إن الصورة بتاعتي المصغرة بس اللي موجودة كان الأول بيديك كده شوية صور يعني شوية حاجات كده ممكن مقترحة من الفيديو تحطها كصورة مصغرة وإحنا في الأساس بنرفع الصورة المصغرة اللي احنا عملينها ولكن انت هنا عطيك يعني تلات نقط بدوس عليها options بحاجة عندك اسمها taste and compare و taste and compare لو دوست عليها بالمنظر ده كده حيديني قابلية أو سماحية أن أنا أرفع كمان صورتين فأنا حبتدي أن أنا أرفع الصورتين دول ودوس done حيبتدي هو يعمل taste and compare طب لما يعمل taste and compare بعد فترة إيه اللي هيظهر لي ده اللي حورهولك دلوقتي لو أنا رحت already على الفيديو اللي أنا عمل عليه taste and compare لي two thumbnails أو two صورة مصغرة حبصة لقي هنا لو سلاقي أن أنا عندي في صورتين كده أنا رفعهم ولو أنا دست كده على الثلاث نقط دول حتبصة لقي هنا view taste report running time حوالي 12 يوم 17 hours the running time هنا بيقولك the test can take up two weeks please check back letter يعني بيقولك التست ده ممكن يقعد لحد two weeks كمان فلازم تعمل check على الثابنيل بتاعتك وبعد فترة مش الأسبوعين يعني خلال الفترة دي حتبصة لقي كده بيديك أكتر صورة أفضل من حيث المشاهدة يعني أو الناس اهتمت بيها أنها دوسة على الفيديو بتاعك الصورة دي مثلا السكور بتاعتها 54.3 السكور بتاعت دي 45.7 فممكن في الأسبوعين دول تبصة لقي 45 دي عالت فإنت ممكن تستنى شوية لحد الأسبوعين لما تكون متردد في صورتين لحد ما تقدر من الpercentage دي أو من ضمن الإحصائيات دي بتعرف أنه صورة دي اللي أنت حتختارها وعلى هذا الأساس بتبتدي تختار الثابنيل اللي أنت عايزها وتقوله stop and set وتحطها هي دي اللي تكون موجودة عندك صورة مصغرة للفيديو بتاعك أنا من وجهة نظري التحديث ده جيد جدا جدا بيساعد منشأ المحتوى المتردد عنده صورتين مصغرتين وعايز يعرف أكتر واحدة حتشد المشاهد في إيه أنه هو يعمل عملية taste to compare ويقارن ويبتدي في الآخر بعد 12 مثلا يوم يحدد أنه سابنيل الناس بتتفاعل معاها أكتر وبشكل عام حيبان معاك مع الوقت أنا هنا مثلا مقدرش أن أنا حدد دلوقتي ليه لأن الpercentage متقربة النسبة المقوية ما بين الاثنين متقربة فلما يكون فيه جاب كبير أو فرق كبير ساعتها لأ هختار الناس شددهم أكتر ودسوا على الفيديو بسبب الصورة المصغرة دي أكتر ده بالنسبة للتحديث الجديد حبيت أن أنا أشاركه معاكم أتمنى تكون سافاتكم الفيديو النهاردة على قناة InfoTech for You إذن بقول لكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء متنساش لايك وشير والكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته